من مجزرة إلى أخرى تواصل الميليشيا حصد أرواح المدنيين في تعز فالمدينة المحاصرة منذ أكثر من عامين بفعل انقلاب الميليشيا باتت كل حين على موعد مع مجزرة جديدة والضحية دائما هم المدنيون في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسية المجازل التي ارتكبتها الميليشيا استشهد أربعة مواطنين بينهم أطفال فيما جرح عشرة آخرون وفق حصيلة أولية مجزرة جاءت نتيجة استهداف الميليشيا بقصف صاروخي سوقا شعبية في منطقة بيرباشا وسط المدينة يرى مراقبون أن تكرار استهداف المدنيين من قبل الميليشيا في المدينة يأتي بسبب صمت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن جرائم الميليشيا وفي كل حين تخسر الميليشيا فيه مواقع جديدة في المدينة عادة ما تلجو إلى شن قصف عشوائي على الأحياء السكنية في مناطق الاشتباك في محاولة لتعويض خسارتها على الأرض إلا أن لافت هذه المرة تعمد الميليشيا استهداف أحياء سكنية تبعد عن مناطق المواجهات عدة كيلومترات في مشهد يعكس سلوك الميليشيا في انتهاكها للقوانين الإنسانية